تعالوا نوصل مع بعض حلقات تعليم قراءة سورة البقرة في الوقت اللي بتسمعوا الحلقة فيدي أكون جيت من العمر ودعت لكم هناك كلكم بإذن الله أسأل الله أن يكتب لكم حج بيته الحرام قريبا عاجلا غير آجل مع بعض ونركزوا معنا مصحفنا عشان نعمل علامات ونتعلم أسهل وأسرع إن شاء الله فإن آمانوا أكثر الهمزة أسكن النون على سكونة مظهرة عشان بعدها همزة فإن آمانوا همد الهمزة حركتين بعدها حرف مد مد بدل البدل إن يجي إيه حرف المد بعد الهمزة آمانوا همد حركتين اتنين بيمث لي أكثر وأكثر والثالثاني المسناني ويطلع هوا يوعد دخله جوة تبقى زي السين دي لا بيمث لي بيمث لي ما آمانتم مد جايز من الفصل المد إيه في كلمة اللي هو حرف المد ماء والهمزة في كلمة تانية فإن آمانوا بمثل ما آمانتم به فقد اهتدوا نفس الكلام آمانتم مد بدل زي آمانوا بالضبط هنمد حركتين ننساكنا بعدها تا إخفاء حقيقة نغلنا حركتين الغنة من رقاقة سهلة آمانتم والغنة ساكنة وضم بعد ما خلص الغنة آمانتم آمانتم ميم ساكنة بعدها باء إخفاء شفاء عشان كده ايه الميم مش عليها تشكيلة علامتوا ايه في المصحب بلايه الميم مش عليها حاجة هنجن الميم حركتين ونخفيها آمانتم به الها بعدها يا صغيرة هنمدها حركتين واصلا مد صلاية صغرى ده ما نوصل لو قفنا هنسكن الها ونبينها ونوضح الهمس أرقق الفاء قبل القاف فاقاء فاقاء واكسر الدال الها ساكنة وحرف خفي أبينها بعدها ايه حرف الشديد التاء وفي همس اوعى ايه التاء تكلها بين الها من الحلقة وقبلها الدال شديدة مجهورة فاقادي فاقادي من الايه حس بها خرجة من هنا من عند الحلقة بتاع بعد الحنجرة على طول فاقادي تدو فاقادي تدو الواو اسكنها كده ورققها وما طولها الزاد عن الزملاك اللازم تظهر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فاقادي اهتدو وإن تولوا نون ساكنة بعدها تا زي دي بالضبط الأحكام بتتكرر وزي بعضها أكسر الهمزة أقول إن الغنة مرققة سالة بعدها مفتوح وإن تا تولوا سكن الواو دي كويس تولوا لكن طبعا إيه هوصلها مش هعف زي اهتدو فإنما نون مشددة هنغنها حرقتين بعد كسر الهمزة وسكن الميم هم في أكسر الفا واكسر الشين وإن تولوا فإنما هم في شيقاق هم في ما تغنش الميم دي غنة زايدة هم في اللي هي الساكنة بس وما تكلفش فيها واكسر الفا أكسر الشين أفخم القاف والقاف لو وفت عليها أقلق لها شيقاق شيقاق لو وصلتها منونة بعدها فا إخفاء حقيقي الغنة مرقاقة أكسر القاف هم في درجة الكسر اللي هي أقل درجة وبعد كده الغنة ايه أرققها عند الفا لساني وايف عند الفا شيقاق فا شيقاق فا هم أفتح الفا وهمسها وبعد كده السين مفتوحة وبعد كده يا ثلاث فتحات وربعة بس أعجلش وحقق الفتحات كده عشان ما اختلسش الحركات وبعدين كاف ساكن أهمسها وبين الهمس عشان تظهر فاسا يك في كهم الكافا ك يخرج فا هوا ده فاسا يك فاسا يك واكسر الفا في وافتح الكا فضم الها والميم كويس وحفظ على الميم مضمومة مرقاقة عشان اسم الجا لم هتكون مفخامة بلا مضموم فاسا يك في كهم الله أفخم اللام والها لما أفعلها بتضم أبين الهمس الله وهو ضم الها كويس لسه في ناس بتكسرها لغاية دلوقت لا وهو 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 سي مشددة فيها صفير طويلة وهو السميع ما استعجلش عليها مشددة تاخد طولها واكسر الميم وضم العين وهو السميع سكن اللام وافتح العين واكسر اللام وبين الميم لما أقف عليها من غير ما تكلف لغنها غنة زائدة وهو السميع العليم وهو السميع العليم صاد مكسورة مطبقة حفظ على الاتباق عشان ما ترققش صي 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 باق ساكنة مرققة بعد الصاد المطبقة وبعدها غين مفخمة أقلق للباق محركهاش مرققة صب 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 غاة أرقق الباق مقلقلة أفخم الغين إيه وعد رقق الغين غاة التا التا أبلا غين مفخمة وبعدها يسمي الجهة تكون لما مفخمة أبلا مفتوح يبقى حافظ إيه على إيه طالع مفخم نازل مرقق طالع مفخم نازل مرقق طالع مفخم صب غاة الله تاني صب غاة الله الصاد فين قدام الباق قدامها كمان يبقى صب صب مش هرجع جيب الباق لا الباق قدام الصاد الغين هي اللي جوه هرجع صب غا صب غا تا قدام وبعدين اللام فين جنبها أفخمها والها لو افت عليها أرققها وبينها صب غاة الله أو أكسرها ورققها ومن سكن النون مظهرة بعد همزة أحسن أبين الحاكدة وما تكلفش فيها ولا طولها ولا خطفها وضم النون ومن أحسن مين أكسر الميم وافتح النون وحفظ على مرققها بعدها اسم الجلالة إلا مفخمة مين الله صبغة صبغة زي دي بالضبط لكن هنا إيه هافع عليها هاتي بقى ها أبين الها مرققة ومن أحسن من الله صبغة صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له آئدي آه لو وصلنا تنوين بعدها وإضغام ناقص بقلنا ده ما وصلتش خلاص أسكن الحاوة بينها وضم الايه إنه تعودنا كتير على ونحن له وتكررت هنا مد الصلة صورة له أمد حركتين أفتح العين كده واكسر الباء عابدون وضم الده الكويس ووقف عنه نبينها ونحن له عابدون ونحن له عابدون قاف مفخمة مضمومة أفخمها وضمها وبعدين نسك اللام قل قل أتحاجوننا فينا علامة مده لكن ما فيش همزة ده مد إيه ده ده مد لازم وعلمته ألاقي علامة المد على حرف المد وما فيش همزة بعد حرف المد هو ده المد اللي إيه اللازم وهنا طبعا في كلمة يبقى كلمي بعد حرف المد حرف عليه شدة يبقى مثقل يبقى ده اسمه مد لازم كلمي مثقل بنمده ست حركات ده أنا مش عارف يعنيه ست حركات كتسهيل كده هتنزل ست صابع من إيدك أو ترفعهم ولا بسرعة ولا بالراح ده للتسهيل تمام إيدك في خمسة هتحتاج من إيدك التانية صابع نعمله مع بعض قل أتوح لا غلط ده ما تجيب الحا وتبدأ تمدها ابدأ أعد مش تعد من أول الآية وتقعد بها مركز في المد لأنت كده بتعد غلط هتلاقي المد بتاعك كده جاب ثلاث حركات أو أقلي كمان يبقى قل أتوح أول مبدأ أول حا أبدأ أعد قل أتوح عدت معا أو لا أتفرج عدي معا لو أنت متعرفش لو بتعرف خلاص يلا قل أتوح 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 هنا في المثقل في حرف مشدد بعد حرف المد بدخلش عليه بقى مضموم كده ده مشدد مثقل يبقى بدخل عليه بالشدة لأنه لو ما شددتش يبقى أنا إيه ضميت الجين بس وده خطأ كبير جدا ولح نجالي وعند كتير من ناس بقى شواخدين بالهم بيمد كويس جدا لكن بيدخل على الحرف إيه المشدد ده إيه يحركه بس بدخل عليه مشدد كان في حرف السين بنقول إيه وهو السميع شايف الشدة دي وهو الس أتوح شايف شدة لازم أعملها لما أكون مرققة سهلة لإن لم أصلها الترقيق في الله وهو ضم وهو وفتح الواه مرققة أفخم الراء وهو ربنا وهو ربنا حفظ على المد الطبيعي وربكم أرقق أفخم أضم مرقق وربكم وهو ربنا وربكم ساكن الميم ساكن الميم كويس وقفا واصلا جنبها إيه ومن نفس المخرج حرف مد بعده همزة مد إيه جائز منفصل ولنا أعمالنا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم ساكن الميم كويس أعمالكم ساكن العين مرققة وضم اللهم كويس والإيه والكاف وساكن الميم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن أسكن الحاء وضم خلاص إحنا عرفنا ونحن له طيب عاوزين نجيب الميم إيه جنب الواو كده زي ما جبناه هنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أعمالكم و ما تكلفش فيه وما تخافش ساكن الحاء وبينها وضم النون وفي مد إيه صلة صغرى واصلا أضم الميم مرققة وبعد كده خاء ساكنة مفخمة أسكن الفم لكن مع التفخيم مو أرجع إيه أسكن ليه عشان يبقى أنها سكنة مش مضمومة أبلها مضموم ويكون التفخيم بتاعها كده الصوته جميل وعشان أكسر اللام كويس مخلصون مو مخلي مخلي ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون أضم الصوت كويس وأنه نعف عليها مرققة وسكنها تعالوا نجيبهم كلهم على بعضهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أسأل الله أن يؤسر لكم حظ القرآن الكريم ويبلغكم شهر رمضان ويجعلكم من عتقائه من النار ومن المقبلين والسلام عليكم